اشتركوا في القناة اذا في المستقبل نزل مشاكل سيكوريتي والاشياتي لازم ابل تنزل 15.6.1 طبعا متوقع يعني نقدر نقول واذا صارت في مشاكل في السيكوريتي قبل ما تنزل الي ايو اس 16 فابر راح تنزل الي ايو اس 15.6.1 اذا كانت في مشاكل طلعت قبل ما تنزل الي ايو اس 16 وشي متوقع بسبب السنوات اللي راح تسوي هذا يعني فكبداية راح نتكلمكم عن الي ايو اس 15.6 للاشخاص اللي هم نزلين نسخة هذه مانتهو نازلة فرح نتكلمكم عن الميزات وليش ابو نزلتها برضو قير بس الميزات يعني نسخة فيها ميزات صح لكن هل هذه الميزات تستدعي ان يكون 15.6 من 15.5 الى 15.6 يعني يعني نقزه في الايو اس ورح نشوفه حين كبداية المودم تغير الان المودم على الايو اس ايو اس 15.6 صار 2.70.01 هذا مودم لحق الكنكتيفتي لحق الشبكة الويرلس البلوتوث الجي بي اس هذه كلها يعني اول ميزة نقدر نقولها لو ننخلش في سفاري طبعا كبداية خلنا نغير معاكم اللقاء بعد ما غيرنا اللقاء ننزل في سفاري نفتح خيار سفاري هنا لفتحنا خيار سفاري ننزل تحت اخر شيء خيار مسح السجل والتاريخ وبيانات المواقع هنا الآن في نسخة الايو اس 15.6 لو تضغط عليها بتمسحها تضغط مسح يجي لك خيار ثاني يقول لك هل تريد تمسح برضو التبويبات اللي فتحها الآن ولا لا فهذا الخيار جديد الموجود هنا فمسح سجل التاريخ في سفاري ولو نتكلم لكم عن برضو الكمنيكيشن اول ما تشق الجهازة وعندك جهاز جديد الآن توقشري لحق عبادة الأطفال يجي لك لحق الكمنيكيشن سيفتي لحق الأطفال يعني رغبة الأبوية لحق الأطفال وبرضو بمدة تستخدام لو تخش هنا فتشوف حدود التواصل هنا لو نضغط عليها راح يطلع لنا خيارات هنا جديدة يذكر عندك طفل برضو راح يطلع لك خيار هنا في الوسط يقول لك عن الاجريمنت تقدر تشوفها وفي خيار تحت برضو يقول لك تقدر تشقلها هنا حق الامبروف او تحسين الحق الكمنيكيشن سيفتي اذا كنت تبي تشقلها تبي تساعدها برد تسوي تحسين تقدر تشقلها بكيفك يعني ولن نروح حق الهم اب برنامج الهم الان في خيار جريد هنا في برنامج الهم اذا كان شخص رسل لك مفتاح البيت او مفتاح السيارة عندك او شخص بالقلط رسل لك او شخص انت ما تدري منه اللي رسل لك ياه لكن عندك مفتاح هنا تقدر تضغط عليه وتحطه في المهمة اللي نقدر نقول يعني خيار او انك تحطه في سلة المهملات انك والله عندك مفتاح بس ما تدري من ذلك ترتب صفحة المكتب حقك هنا فتشيله وتحطه في الجنك وبرضو في خيار جريد في السبورتس الاشخاص اللي عندهم السبورتس يستخدمون برنامج ابل تيفي سبورت لايف هنا الان فاذا كنت تستخدم برنامج ابل تيفي لحق اللايف سبورتس الكورة الامريكية وغيرها هنا تقدر الان تفتح السبورت وتقدر تبدأ تشوفه من البداية او توقف السبورت ورجع تشغلها مرة ثانية تسوي بوز لحق اللايف الان فهذا الخيار الموجود هنا تقريبا هذي كل اشياء الميزات الايوس 15.6 من الايوس 15.5 فيه اشياء ثانية تحسينات داخلية في النظام فيه تحسينات لحق الذاكرة برضو بعض الاشخاص الذاكرة حقتهم ما تقرى هنا مضبوط فابل عدلتها برضو هنا ففيه تحسينات داخلية في النظام لكن لاحتاج اتكلم لكم عنها هنا انصح اي شخص يحدث لحق الايوس 15.6 يعتبر هذا اخر سوفت وير في الايوس 15 100% افضل من الايوس 15.1 15.2 15.3 بما انه يعتبر السوفت وير هذا اخر واحد فمية في المية اخر واحد يكون افضل من قبل فخلاص وداعا الايوس 15 سوف ينزل الايوس 15.6.2 وغيرها لكن ما في قفزة الى الايوس 15.7 خلاص خلاص خلاصنا ففي هذه الفيديو لتسور الاشتراك والغناء واشتراك في حسابي سابتشات يا ربوتكم وعمل لك المقطع وعشر المقطع ولا تنسوا نفضل دعاكم السلام عليكم اشتركوا في القناة